السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله وقاتكم بكل خير متابعين الكرام وتغطيتنا اليوم من مؤسسات عبد الرحمن عماد الدين للسيرات التغطية أنتيوتال أنتي كروزر LC70 اللي هو الاسم الحقيقي للشاص من المصنع المدن 2021 فئة سوبر دي لوكس فل كامل سلق طبعا بمحرك الديزل يبني تعرف السيارة تعرف على موصفات وأهم المزايا وقبل ما نبدأ بالتغطية سألني أخواني الكرام اشتراككم بالقناة قناتي متخصصات بسيرات ويمكنكم إضافة حساب سناب شات تويتر انستجرام وعلى تيك توك ومتابعين الكرام قبل ما نبدأ بالتغطية السعر وكل يسأل عن السعر السعر نتكلم عن تاريخ اليوم طبعا السعر ينزل يطلع الله أعلم على أيام القادمة سعر السيارة مية وتسعة وسبعين الف واربعمائة ريال شامل الضريبة ما شاء الله ما بقى شيء المواتر الثانية عمومة متابعين الكرام تويتر انديكروزر السي سبعين اللي هو الانديكروزر سبعين البيك اوب الشاص هي سيارة طبعا بيك اوب عسكرية لاستخدام العسكري واستخدام الشاق الشبيه بالعسكري السيارة تيجي بمحركين بأسواقنا الخليجية محرك V6 4000 cc ومحرك ديزل زي الأمامي 4500 cc ثمانية سلندر V8 طبعا السيارة وارد شركة عبدالطيف جميل وكيل المملكة العربية السعودية لشركة تيوتا السيارة جعلها بعض الإضافات الخفيفة الجميلة طبعا السيارة هذه شيء من المصنع لا تتوقع يسوون حفلة صراحة لو غيروا شبك ولا غير يصير حفلة عموما فلمسات إضافية من الوكيل خلونا نتكلم على المحرك 4500 cc V8 ثمانية سلندر ديزل توربو واحد فقط 199 حصان تقريبا مع غير يدوي خمس سرعات دفع خلفي دبل خفيف دبل ثقيل أيضا نظام الدوفلوك وأيضا فيها فصالات الدفع الرباعي طبعا قدام موجودة بنصور لكم بعد شوي المواصفات الخارجية نتكلم عن شبك الذكرى الثلاثينية غطاء المحرك في فتحة بحكم الديزل مع تمثال تيوتا على غطاء المحرك إن رات LED كشفات الضباب مع ونش لأنا فل كامل مع غليون أنا صراحة ما أدري لش بش محبة بالوكالة بالغليون يعني أليت الوكيل يطلب بدون غليون خلاص نكتب في المتعة هذه ولا مخرب شكل السيارة من جدا الغليون مخرب شكل السيارة فصراحة حرام يعني كثير من الناس يروحون يفكونه وخلوه كذا مفكوك أنا ما أنصح يا يشتغل شغل صح يفكه ويغير الرفرف ويسمكر المكان المسامير ولا يخليه زي ما هو وما ألومة صراحة للضيقة لأنه ببكرة إذا غير الرفرف يصيره مغير بس خلي الرفرفك الأصلي مخبه وعادي أن تقول له اللي بيشتري السالفة عموماً ننتقل إلى كفرات السيارة طبعاً من نوع دله جنوط مقاس 16 إنش هم تدور مقاس الكفر وين؟ اللي هو 225 بسم الله 255 إلا 225 95 والجنط 16 هلل حديد وهذا الفصلات طبعاً القفل حق الدبل الغليون ما يحتاج خطوط جانبية جديدة في موديلات 2021 هذا الشيء الجديد لمسات إضافي من الوكيل عندنا فيبر على الأبواب وطاية جانبية لاند كروزر طبعاً ده زي ما تلاحظون وعندنا هذا هو الحوض ملبس وفيبر عليه صورت الشايب الكبير المرحوم الجد الأكبر سيارات لاند كروزر هذه السيارة من خلف طبعاً معروف وارد عبدالطيفس جميل على طول الكاميرا تكون هنا عندنا الهوك الخلفي فورد بل يدي إننا دفع أكيد دفع رباعي يعني محلات كنا دفع خلف ولا دفع ما بي شفي عندنا بعد طبعاً الهوك الخلفي كشاف الضباب الأشياء الأساسية وفي ايت إنها ثمانية سلندر طيب نروح لأصرفية الديزل حتى في الديزل ما أفلح كل لتر ديزل تسعة كيلو فاصلة ستة تقييم سيئ جداً يعني حتى يمركبون محرق ديزل أما ما تحسن صرفية الوقود فيه طيب هذه السيارة من الداخل طيب هذه فيت السوبر دي لوك صراحة ما شاء الله تبارك الرحمن صراحة أقولها من جد بس باقي شي شركة عبدالرطيف جميل ومواتركم تكون تب تب المواصفات ما ندور اشارات مراية زي بعض الوكال يركبونها بالخليج ولا كرومات ثلاجة بس ما نبي غير ثلاجة على الإضافات اللي حطها الوكيل ما شاء الله تبارك الرحمن جداً ممتازة طبعاً زجاج كهربائي تخشيب والطايا جانبية بسم الله والله أني أعز يعني يا جماعة صحيح أنا ممكن أنا أستغل الموتر هذا لكن أتمنع من الأيام يكون عندي أخليه الطلعات البرية القاسية مستحيل استخدمها داخل مدينة واستخدام يومي مستحيل لأني مبراعي صراحة مبراعي حلال لو كنت رأي حلال ممكن أفكر فيه طيب بسم الله هذا هو الموتر يزيل ركبته سواكة ما شاء الله طيب الزجاج كهربائي سنترلوك كل مراية كهربائية كشاف الظلامطة فيه مشغل عن طريقة الزل هذا حق الديزل الاربي ام تحكم فيه مستوى النار الخارجية فورميك التخشيب على الدراكسون طيب ركب ثابت صراحة دلوا السيارة شوي حسسوا الناس أنكم انتقلتم إلى عام 2021 طبعاً لندل أدفلك يعني والله ما جدت كورانا لسه ما حطهم ثبت سرعة سيت حق الكفرات اللي هو حقهم شاشة شاشة ملاحة نفسي موجودة على على فكرة يعني طيب طيب زي ما تلاحظون هذي كاميرا خلفية طيب مكيف يدوي شوفوا حركة جديدة جميلة هنيقة لطيفة ظريفة اللي هي الشاحن اللاسلكي ألف مبروك وارد عبد طيف جميل فيه شاحن لاسلكي طبعاً إضافية هذه عندنا حمتة كوابعد اثنين آآ وعندنا التانكي الإضافي والعدخان في الكرامة الطفايتها هنا فورميكة تخشيب على عاصة القير وإضافة أنها مغلفة بالجلد صراحة جميلة جداً أنا تعجبني أكثر من البرايم القديمة تيجي مخشبة بالكامل ما أدري يقولون برايم الجديد نفس الشي طبعاً لازم نهايط بالشاحن اللاسلكي عندنا هنا الدرج صغير خفيف وهذه حملتها كواب طيب وهذا حق مطور الهواء فيها مطور هواء هنا متوزي تحت وهنا غطى الغليون وعندنا شنطة الوين شوينها بسم الله هذه شنطة الوينش والله ما تغيرها في زمان يوم جددت الفكسار التسعة تسين نفس الشنطة هذه واحد يقول لي من زمان وهي نفس الشنطة من الشكل قديم عندنا فتحت طبعاً كبريد في الدرجة الأمامي ما هي ثلاجة لكن شمح ثلاجة خفيفة بس صراحة الثلاجة اللي وراء المرتبة جميلة المرأة الداخلية عادي وستتعتين وكيد ما راح تجي تعتين أنا أصلى حتى مراية في الشماسات ما فيه عند الراكب في شماسة والله حتى الراكب ما عنده شماسة هذا بالديزل ما يجي شماسة وش في بعض مواصفات طبعاً بتاوي كرام بالنسبة وواصفات أمام السلامة فرامل الابي اس نظام الثبات الإلكتروني حسس كفرات إرباق ورساب والراكب وعدة ثلاثة أحزمة طبعاً فقط لا غير المفاتيح ريموت ما تغيرت ما راح يجي منها بصمها نفس الشكل إنه الزمان طيح صوركم مطورة الهواء شما حد يقول والله عبد الرحمن ما صورته ضرمته هذا هو كمبريسر حق الهواء ثعبت إضافة من الوكيل طبعاً ميزة أنوارد عبداليف جميل أي قطعة فيه أي قطعة قطعة أي شيء مركب على ضمان السيارة ثلاث سنوات أو مئة ألف هذا الشيء لا تخاف منه أهم شيء سيناتك تكون منتظمة وعندك ملف بالوكالة والسيارة ما يكون فيها صينات خيطي بيطي كلها شيء منظم ورسمي غير الزيت أول بول في مراكز معتمدة ومع زيوت معتمدة وخلاص أمورك بالسليم بإذن الله تعالى هذا هو أخواني الكرام التيوتا نديكروزر شاوس سوبر ديلوكس ثمن رياش واش معنى ثمن رياش لحظة لحظة ايش ثمن رياش هذا بسم الله واحد ثلاثة ثلاثة أربعة والله كثير واحد ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر 11 ريشة 11 ريشة الموتر يا جماعة الخير ما شاء الله تبارك الرحمن يعيني يعيني أبو عمود توازن هذا هو شوفوا العمود هذا هذا ما يجي بالثمن رياش فخلاص ايش تبغى بعد قدم لك الوكيل كل الخدمات كل المواصفات الجميلة والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر شكرا لكم